حلقة النهاردة متأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله وتستفيدوا منها هنعمل صلصة التماطق بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وهنفرز كمية كبيرة من قمح البليلة طول الشتاء يكون في بيتك البليلة عشان تدفينها وكمان مفيدة جداً للاولاد ولو حبيت تعملي صنية كيكة حلوة عشان تحلوا بيها يبقى لازم تجربوا الكيكة دي مكوناتها بسيطة جداً في خمس دقيقة هتكوني عاملها بدون ما تستخدمي لخلاطة ولا مدرب كهربائي انا رد واسراج لو اول مرة تنوروني في القناة وهتنسوا اللايك والشير لو اعجبكم الفيديو يلا نصلي على الرسول ونشوف المقادير مع بعض انا عندي هنا الطماطب بتجي بيها باي كمية انت عوزاه غسلتها اكتر من كذا مرة وانا كنت بخسلها كنت بتخلص من الجزء اللي فوق عشان تبقى سهل عليها في التقطيع وفي اخر شاطفة ضفت شوية من الخل سبت الطماطم منقوع في المياه والخل لمدة خمس دقيقة وبعد كده صفتها هتكون معاكي زي الفل طبعاً وانت بتشتغلي فيها اي طماطمية مش تمام بتتخلصي منها ما بتضيفهاش عشان ما بوزلكيش الكمية كلها بدأ تقسم الطماطمية من المنتصف ناس كتير ممكن تسألني طم منضيف الطماطم كده وليكن اقوعة تعملوا الحركة دي في طماطم بتكون شكلها جميل من برا ومن جوا فاسدة ممكن تبوزلك الكمية كلها فانا بأكد على كده تخدوا بالكو لازم تقسموا الطماطم وتشوفوا من جواها اذا كان قلبها كويس ولا لأ برا بيديفوا مواط حفظة بكمية رغيبة وطبعاً غير صحية احنا هنا نضيف مادة حفظة طبيعية جداً مفيش منها اي ضرر انا الحقيقة استغلت ان الطماطم كانت رخيصة وسعرها مناسب للجميع جبت كمية حلوة لان الصلصة كانت خلصت من عندي بتوفر علي في الوقت والمجود وخصوصاً في فترة الدراسة عاوزين الحاجات السهلة والسريعة مفيش اي بيت بيستغنى على الصلصة زي ما انتو عارفين مندخلها في اكلات كتير زي المحاشي والخضر لما نيجي نبخه وانا كنت عاملة الحلقتين دول على القناة باستفادة اكتر اللي عاوزة تشوفهم هسيب لكم لينكات اسفل الفيديو ازاي تفرزي الطماطم من السنة للسنة وكمان تعملي الصلصة المعلبة وكمان طريقة حفظها بدأت ان اوزع الطماطم في الحلل بتاعتي واضفها على النار وفي كل حال اضفت حوالي كوباية من المياه من الحنفية عادي خلص ما بنغطيش الحلل ولا اي حاجة تبدأ انك انت تقلبي فيها كل شوية لحد لما تنزل كمية المياه اللي فيها وتتبخر والقشر تتهري تماما والطماطم زي ما انتو شايفين اهم تكة ما تنشفيش الطماطم اوي سيبي كمية من السائل عشان لما تبرد ونيجي نضربها في الخلاط ونصفيها من القشر والبزر ما تتعبناش وتاخد مننا وقت هقفل بقى عليها واسبها تبرد تماما قبل ما نضربها في الخلاط ونصفيها مع بعض التماطم بعد لما هديت شوية ضربتها في الخلاط على الدفعات وبدأت اصفيها عشان اتخلص من كمية القشر والبزر كل مرة اصلي المصفى ورجعي استخدميها تاني هتسهل عليك دلوقتي اضيف معلقتين كبار من السكر كمدة حفظ طبيعية جدا على كمية الصلصة دي جميعها تمنع الحمودة دويب السكر وضيفي الحلة تاني على النار وهدي النار تماما لحد لما تتقل الصلصة مع المتابعة ده شكلها بعد لما بردت تماما وعد عليها حوالي خمس ساعات شايفين القوام واللون تحفى ضروري تكون البرطمونوب بتاعتك معقمة قبل الاستخدام هتضيفي الصلصة وتوزعيها شايفين لونها تحفى ازاي مش هقولكو والله زي الجهزة هي افضل كتير من اللي بنجيبها من برا ثلاثة واربع معالق منها جبار يعملولك طبخة محترمة هينفعوكي طول الشتاء عندك لها استخدامات كتير زي ما قلتلكم قفلي بقى البرطمونوب باحكام ما شاء الله شكلها تحفى اخر حاجة هتكلم فيها عشان اختم الصلصة ونخش على الوصفة التانية اي برطمونة تستخدميها تضيفيه شوية من الزيت على الوجه فكرت اعمل ايه من ضمن تجهيزات الشتاء كل شوية عاوزين ناكل حاجة حلوة ونشرب معاها حاجة سخنة تدفينا في الشتاء ما لقيتش اسرع والاجمل من الكيك كلنا بنحبه خصوصا الاطفال وكمان تقدري تديه لأولادك في المدرسة اسرع كيكة ممكن تعمليها هي الكيكة دي بدون ما تستخدمي لمضرب كهربائي ولا خلاط فبولا هتضيفي اربع بضوط بدرجة حرارة المربخ واربع بكتات من الفانيلا يوازي نص معلقة صغيرة كباية من السكر ومعلقة كبيرة من الخل معاك يا ستي لحد كباية ربع زي ما تحبي أنا هنا الكباية كانت مضبوطة جدا معايا السكر لازم يكون حبيباته نعمة وفاتح وده من أصرار نجاح الكيك خدوا بالكم من التكات الصغيرة دي زي ما احنا متعودين عشان ما يغمقش قلب الكيك قلبي بالمضرب اليدوي بصورة مستمرة لحد لما القوام والخليط يفتحه معاك زي ما انت شايفه والسكر يدوب دلوقتي هضيف كباية من الحليب برضو بدرجة حرارة المطبخ كباية لربع من الزيت زي ما انتوا عارفين الشتة كل شوية عايزين ناكل حاجة مسكرة تغير لنا الموت مع مشروب سخن طبعا كلنا بنحب الكيك أساسي جدا معانا طول الشتة اللي بي بعد إضافة الزيت لمدة دقتين تلاتة لحد لما السكر يدوب معاك تماما في بولا كنت ضيفة كباتين ونص من الدقيق ودلوقتي هستخدم الكيك شاف الباكت هنا بيشتغل على ثلاث كبات من الدقيق أنا هنا هيخد باكت إلا ربع هسيب حاجة بسيطة لان انا مستخدمة كباتين ونص بس من الدقيق شعرة بسيطة خالص من الملح هدفتهم على الخليط السائل وهبدأ ان انا أقلب بالمعلقة الكيك شاف مع الدقيق وأضيفه بعد لما نخله مهم جدا انك تنخلي الدقيق مع البيكينج باودر عشان تكون الكيك هاشة معاكي تعالوا بقى أقولكم ايه مميزات وعيوب الكيك شاف يا جماعة فيه ناس كتير ممكن تسألني هو أفضل من البيكينج باودر التاني العادي اللي احنا عارفينه ولا لأ هو فعلا ليه ميزة وليه عيب هو عيبه الوحيد ان ما بيخليش الكيكة ارتفعها عالي زي البيكينج باودر التاني بس عاوز أقولكم فعلا هو حلو جدا بيخلي الكيكة من جوه متماسكة ما فيهاش فراغات كتير بيكون مش مفرولة بيديني نتيجة مرضية جدا لما بيجي أستخدمه في الكيكة جربوه أكيد اللي جربوه عارف ان فعلا الكيكة بتكون حلوة قوي وان شاء الله وإحنا بنقطعها مع بعض هوريكو القوام من قلبها عامل ازاي وازاي متماسكة وجميلة بدأت ان انا أقلب كله في اتجاه واحد لحد لما قديه يختفي تماما وكله يتجانس مع بعض زي ما انتو عارفين الشتة عاوزين كل شوية ناكل حاجة مسكرة تغير لنا المود الخليط معي بقى زي الفل جاهز يلا بقى نضيفه في القلب مع بعض بتجيبي القلب اللي هتسوي فيه الكيك وتدهنيه بالسامنا كويس انزلي بكمية الخليط كلها شايفين اللون والقوام مضبوط جدا سخنت الفورن قبليها بخمس دقايق على درجة حرارة 180 ودلوقتي هضيف القلب على الشبكة اللي في الرف الأوسط هتقعد معاك من 35 ل40 دقيقة وتطلع بالجمال واللون اللي انتو شايفينه ده عاوز أقولكو راحتها كانت قلب الدنيا ما اخدتش مننا وقت خالص خمس دقايق عميل وكانت جاهزة قطعي بقى بالسكينة القطع اللي انت تحبيها الحجم يعني اللي انت تحبيه شايفين اللون مضبوط جدا تعالوا بقى نطلع قطع ونشوف قلبها من جوه عامل ازاي ما شاء الله فتحة متماسكة تسوية بتاعتها مضبوطة من النهاية وكمان الوجه شايفين القلب عامل ازاي مفهوش فرغات كتير ومتماسك وفعلا طعمها في منتهى الجمال ده الفرق ما بين الكيكشاف والبيكينج بودر التاني عوزاكوا تجربوها بالطريقة دي ان شاء الله مش هتبطلت تعملوها ابدا منسيتش البليلة اللي دايما بتدفينا فاصل شتا تعالوا نتعلم نعمل كمية كبيرة وكمان نفرزها جبت كيلو من الامحة والغلة نقيته وغسلته اكتر من كزا مرة ونقعته لمدة ليلة كاملة مع تغيير المياه عليه من 3 ل 4 مرات صفي مية النقع وبعد كده ضيفي الامحة في الحلة يفضل تكون كبيرة شوية عشان يستوي ينفش برحته ضفت 3 لتر ونص من المياه شايفين بسبب النقع الحباية افتحها اتماعي وان شاء الله مش هتاخد وقت في السوا غطي الحلة كده بورب عشان ما تفورش وتبهد للدنيا اول ما تبدأ تخش في الغليان زي ما انتو شايفين هنقفل النار بعد 10 دقايق غليان بالزبط تعالوا بقى نغطيها تاني باحكام ونشوفها بعد ساعتين شكلها يكون عامل ازاي ما شاء الله الحباية نفشت معايا وحجمها تضاعف من كيلو امح عملنا الكمية الحلوة اللي انتو شايفينها وممكن كمان تعملي الموضوع ده من بالليل هتقومي الصبح تلاقيها بالجمال اللي انتو شايفينه ده دلوقتي هنكيسها مع بعض في الاكياس اللي هتخش الفريزر حبت ضعف الكمية براحتك طول الشتة هيكون عندك البليلة في البيت بتطلعي الكيس على حسب الاحتياج هتسيبيه فك وتضيفي عليه الحليب وبالفه هنا هنعبي الاكياس بتاعتنا كده بالتساوي الكمية بقى اللي انت عاوزها على حسب ما انت تحتاجي يعني لو غضيفي في الكيس الاولاني اربع كابشات يبقى في الكيس التاني نفس العدد هتلاقي في الاخر الاكياس كلها قد بعض اربطي الاكياس كانت هنا دافية معايا هسيبها تبرط تماما قبل ما تخش الفريزر الحقيقة الجو في اليوم ده كان برد جدا تعالوا بقى نعمل شوية بليلة تدفينا هنضيف على الامح الحليب والسكر السكر هنا على حسب الرغبة ضفتها 3 معلق كبار ومعلقة كبيرة من الكريم شنطي الخام البودر ممكن تستبدليها بالاشتغ تديك تست عالي جدا شوية صغيرين من الفاناليا بكت ممكن كمان تضيفي قرفة بس انا الحقيقة بحب الفاناليا قوي بتخلي راحتها وتعمها روعة وعلى النار بقى هنضيفها لحد لما الكريم شنطي والسكر يدوبوا تماما وتخش في الغليان وكده تكون جاهزة معاكي هنضفها في البولات عاوز اقولوك راحتها وطعمها طحفة بسبب شعرة الفاناليا هتدفيكو وهتبقى مفيدة جدا للولاد شايفين شكلها طحفة ازاي ما شاء الله عملنا من كيلو امح الكمية الحلوة دي فرزنا كمان جربوا بقى وصفات النهاردة ان شاء الله هتعجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة استودعكم في امان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة